موسيقى مقطع ثاني رسالة كتب بها الشيخ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي إلى الشيخ دقي الدين ابن تيمية رسالة من الذهبي إلى ابن تيمية نحظ رسالة من الذهبي إلى ابن تيمية من الطالب من التلميذ إلى أستاذه من المغرر به إلى المغرر من التائب من المستغفر من التائب إلى المغالط والمصر على الإثم والعدوان نحظ هذه تكشف حقيقة المنهج التيمي سواء كانت هذه صادرة من الذهبي أو ممن نقل عن الذهبي وممن نقل عن من نقل عن الذهبي وهكذا في سلسلة الرواة والناقلين إذن هذه تكشف الحالة التي كان فيها ابن تيمية حقيقة ما كان فيه ابن تيمية حقيقة تصرف ابن تيمية ونهج ابن تيمية وما قام به ابن تيمية تبين حقيقة الانحراف عن الدين حقيقة البدعاء والضلالة والتوحيد الأسطوري الخرافي التفت جيداً الآن نحن لسنا بصدد الآن ننقل عبارة عن مقلدة وعبارة عن ببغاوات ننقل من هنا ومن هناك لا نحن لو كل العالم كل العلماء من أهل الخرافة والجهل والعقول المتحجرة أيدت وصدقت وأمضت لابن تيمية فنحن أبطلنا ما أتى به ابن تيمية جملة وتفصيلة بالبسيط الجامع المانع بالدليل البديهي الضروري الواضح السلس المانع إذن لم نأتي بالدعاءات ولم ننقل الكلام من فراغ ومن تقليد لكننا أعطينا الدليل ووثقنا الحجة وأوصلنا الحجة وبعد هذا نأتي بإشارات بمؤيدات بتنبيهات بتوضيحات بإحتجاجات وأدلة وبراهين وموارد تؤسس لحجة دامغة في أذهان أكبر عدد من من الإنسان من بني البشر بل حتى من البهائم إذن الآن المهم في هذه الرسالة أنها تكشف ماذا كان يرى المجتمع في منهج ابن تيمية تكشف لنا السبب الذي اجتمع من أجله أئمة المذاهب فأفتو ب قتل ابن تيمية بخروج ابن تيمية من الدين واستحقاق ابن تيمية القتل هذا هو المهم هنا أنا قلت هذا حتى لا تتعب نفسك مع مدلسة الرب الأسطوري عندما يأتون إلى الصوفية إلى الأشاعرة إلى المعتزلة إلى الشيعة إلى الجهمية تسمعون هذا يتكرر عن أمتهم يقول إمامكم قال عنكم كذا شيخكم إمامكم تاب في آخر حياته صار من السلفية وعندما يأتي عن شخص من السلفية أو من يدعون أنه من السلفية وتأتي بما ذكره هذا الشخص بما يخالف النهج السلفي والنهج السلفي الأسطوري المكفر الإرهابي هذا الذي نقصد به ماذا يقولون يقولون تاب آخر حياته رجع إلى السنة أو يقولون لم يصدر منه هذا الأمر هذا افتراء عليه هذا كذب عليه لم يصدر منه إذن لا يهم الآن يصدر هذا الكلام من هذا الشخص أو من ذاك الشخص المهم الآن عندنا ما هي الحالة الاجتماعية المجتمعية المشاعة في مجتمع ابن تيمية وفي عصر ابن تيمية عن ابن تيمية وعن منهج ابن تيمية سواء قال بهذا الذهبي أو غير الذهبي هو الذهبي مقلد ابن تيمية فماذا يهم سواء أيد أو لم يؤيد لا يهم هذا في المقام نحن أبطلنا وقطعنا رأس الأفعاء المدلسة وأفعاء التدليس التيمية يبقى الذنب هنا والأذناب هنا والأذناب هنا كهذه لا تؤثر لأننا حطمنا رأس أفعاء التدليس والإرهاب والتكفير هذا هو كافي فماذا يؤثر الأذناب لا تأثير لهم إذن نقول رسالة كتب بها الشيخ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي إلى الشيخ تقييدين بن تيمية يقول له بسم الله الرحمن الرحيم التفت جيدا سواء كانت قلنا من الذهبي أو من القاضي أو من قاضي القضاء أو من العالم المحدث الفقيه العارف الشافعي الحنفي الحنبلي المالكي المهم هي تكشف حقيقة ما كان فيه المنهج التيم يقول الذهبي في رسالته إلى ابن تيمية يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ذلتي يا رب فقد ناس وناس كانوا مصابيح العلم وأهل التقوى وكنوز الخيرات آه على وجود درهم حلال وأخ مؤنس طوبة لمن شغله عيبه عن عيوب الناس رسالة من الذهب إلى ابن تيمية يقول له طوبة لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وتبا تبا يا ابن تيمية وتبا لمن شغله عيوب الناس عن عيبه إلى كم ترى إلى كم ترى القذات في عين أخيك تراقب الناس على الأمور الصغيرة على الذرة على القذات وتنسى الجذع في عينك وتنسى الجبل في عينك يا ابن تيمية تراقب الناس وتنتقد الناس على الأمور البسيطة الأمور التي لا تكاترى وأنت في عينك الجذع والجبل إلى إلى كم ترى القذات في عين أخيك وتنسى الجذع في عينك إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذم العلماء وتتبع عورات الناس مع علمك بنهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا تذكروا موتاكم إلا بخير فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا بلى أو بل بلى أعرف أنك تقول لي لتنتصر لنفسك لتنصر نفسك يقول له أنا أعرف أنك تقول لي لكي تنتصر لنفسك لتنصر نفسك ماذا ستقول تقول إنما الوقيعة في هؤلاء لاحظ نفسك كامل الذي تسمعه الآن عندما تدخل في أي نقاش تدخل في أي حوار اطلع على أي حوار للتأمية من من أكبر رأس عندهم إلى أصغر رأس عبارة عن مقلده نفس الكلام يأتون به لا يوجد غير هذا نسخ لسق كبيبست هذا هو الذي عندهم ليس أكثر من هذا لاحظ نفس الكلام كلام صدر في القرن السابع الهجري أو القرن الثامن الهجري ونحن الآن في القرن الخامس عشر الهجري ماذا يقول له يقول بلى أعرف أنك ستبرر ستدلس ستغالط يقول بلى أعرف أنك تقول لي لتنصر نفسك ستقول إنما الوقيعة في هؤلاء الذين ما شموا رائحة الإسلام الذين ما شموا رائحة الإسلام ولا عرفوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو جهاد يعني الوقيعة بهؤلاء جهاد هذا هو نهج التمية كما أشار إلى هذا ابن الأثير إذن الوقيعة في الناس عندهم جهاد الإرهاب عندهم جهاد القتل عندهم جهاد يقولون من من أين يأتي الدواعش بالتنظير لإرهابهم ولي سفكهم للدماء هذا هو التنظير هذا هو الأصل الأصل هو ابن تيمية هذه هي رأس الأفعال الإرهابية يقول إنما الوقيعة هذا يقول له أنت ستقول يا ابن تيمية إنما الوقيعة ابن تيمية يقول للذهبي إنما الوقيعة في هؤلاء الذين ما شموا رائحة الإسلام يعني هؤلاء ليسوا بمسلمين ما شموا رائحة الإسلام ولا عرف ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الوقيعة جهاد يكمل يقول بل أول الله عرفوا خيرا مما إذا عمل به العبد فقد فاز يرد عليه يقول لا هؤلاء عرفوا خيرا من الذي إذا عمل مما إذا عمل به العبد فقد فاز وجهلوا شيئا كثيرا مما لا يعنيهم ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يا رجل بالله عليك والكلام من الذهب إلى ابن تيمية يقول له يا رجل بالله عليك كف عنا فإنك محجاج عليم اللسان لا تقر لا تقر لا تقر ولا تنام إياكم إياك ابن تيمية إياكم يا تيمية إياكم والأغلوطات في الدين كره نبيك صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعابها ونهى عن كثرة السؤال وقال أن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق يا ابن تيمية الذهب يقول لك أخوف ما يخاف النبي على أمته منك ومن أمثالك يقول وقال صلى الله عليه وآله وسلم أن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان مثل ابن تيمية وأتباع ابن تيمية يتخذ العلم حرف يستغله في نفاقه وفي إرهابه وفي سفكه للدماء وفي تكفيره للناس يقول وقال أن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان وكثرة الكلام يكمل الذهب يقول وكثرة الكلام بغير دليل تقسي القلب إذا كان في الحلال والحرام فكيف إذا كان في العبارات اليونسية والفلاسفة وتلك الكفريات التي تعمل قلوب والله قد صرنا ضحك في الوجود لاحظ الذهبي لماذا يقول صرنا ضحك صرنا ضحك لأن الذهبي هو على النهج التيمي لكن تابع في آخر حياتي هذه الرسالة في آخر حياته أرسلها إليه بن تيمية بعد أن صار ضحك في الوجود صار مهزلة بين الناس صار فضيحة بين الناس فالتفت 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 إلى نفسه وإلى ما هو فيه وإلى المنهج المنحرف الذي هو فيه فأراد أن يصحح فأرسل هذه الرسالة إلى ابن تيمية يقول والله قد صرنا ضحك في الوجود فإلى كم تنبش الدقائق الكفريات الفلسفية لنرد عليها بعقولنا يا رجل قد بلعت سموم الفلاسفة ومصنفاتهم مرات وبكثرة استعمال السموم يدمن عليه الجسم وتكمن والله في البدن وأشوقاه إلى مجلس فيه تلاوة بتدبر وخشية بتذكر وصمت بتفكر وهندي مجلس يذكر فيه الأبرار فعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة بل عند ذكر الصالحين عند مجلس التيمية مجلس التكفير والإرهاب يقول بل عند ذكر الصالحين يذكرون بالإزدراء واللعن يقول له كان سيف الحجاج كان سيف الحجاج ولسان ابن حزم الشقيقين فواخيتهم بالله بالله خلونا من ذكر بدعة الخميس وأكل الحبوب وجدوا في ذكر بدعة كنا نعدها رأسا من الظلال قد صارت هي محظة سنة وأساس التوحيد لاحظ هذا التجسيم التجسيم الأسطوري الصور الكارتونية السندبادية البحرية البرباء الشاطرية الخرافة التيمية هذا التجسيم وهذا الجسم وهذه الصور المليارية والأجسام المليارية التي تجسد بها الدراب صارت من أساسات التوحيد صارت هي محظة سنة وأساس التوحيد يقول وجدوا في ذكر بدع كنا نعدها رأسا من الظلال قد صارت هي محظة سنة وأساس التوحيد ومن لم يعرفها فهو كافر أو حمار لاحظ من لا يقبل بما يقولون من خرافة ومن خزعبلات ومن أساطير ومن جسم وأجسام للإله للرب يقول يتهمون هذا ومن لم يعرفها فيقولون فهو كافر أو حمار ومن لم يكفر هؤلاء فهو أكفر من فرعون لاحظ نفس الإسلوب نفس الكلام ليس بجديد ما تسمعون الآن الآن ما تسمعون من خطاب الدواعش من الخطاب الإرهابي في كل العالم باتجاه كل الناس من المسلمين ومن غير المسلمين في بلاد الشرق وفي بلاد الغرب نفس الإسلوب الأساس والأصل والمنبع هو أبن تيمية وفكر أبن تيمية لاحظ نفس الكلام يقول ومن لم يعرفها فهو كافر أو حمار ومن لم يكفر فهو أكفر من فرعون وتعد النصارى مثلنا والله في القلوب شكوك لاحظ الذهب يشكوك حتى في شهادة ابن تيمية يعني حتى لا يعتقد يشكوك بأصل إسلام ابن تيمية يقول والله في القلوب شكوك إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد إذا سلمت بالشهادتين بين يدي الله فأنت سعيد حتى بالشهادتين لا تسلم يا ابن تيمية يعني في تقييم وفي عقيدة الذهبي بأن ابن تيمية خارج عن الإسلام أصلا حتى لا تصح منه الشهادتين الذهبي يكفر ابن تيمية يقول والله في القلوب شكوك إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد يا خيبة من اتبعك والكلام للذهبي لتلميذ ابن تيمية وقد انقلب عليه يقول له يا خيبة من اتبعك فإنه معرض للزندق والإنحلال لا ننسى لاحظ عندما تقرؤون كتابات الذهبي هذه الكتابة وهذه الرسالة أتت في آخر حياته ونقلت من كتابه بالمباشر من خطه من كتابه من جلده وأمضاها العلماء الفقهاء القضاة في آخر حياته انقلب عليه أدركته التوبة فلذلك نرى في كتابات الذهبي ما يسبق التوبة عندما كان على الخط التيمي التكفيري الإرهابي التدليسي وما بعد التوبة يقول يا خيبة من اتبعك فإنه معرض للزندق والإنحلال يا أتباع بن تيمية لست أنا من أقول وإنما الذهبي يقول أنكم زنادقة يا زنادقة على قول الذهبي الذهبي هذا إمامكم يقول أنتم زنادقة يا أتباع التيمية يقول يا خيبة من اتبعك فأنه معرض للزندق والإنحلال ولا سيما إذا كان قليل العلم والدين باطوليا شهوانيا ممن يقول بأن الأرض مسطحة وبأن الشمس تدور حول الأرض فيتكون وينشأ الليل والنهار هؤلاء زنادقة الذهبي يقول إمام التيمية يقول هؤلاء زنادقة يا خيبة من اتبعك فأنه معرض للزندق والإنحلال ولا سيما إذا كان قليل العلم والدين باطوليا شهوانيا يقول لكن هؤلاء البهائم هؤلاء الزنادقة يقول له هؤلاء زنادقة ينفعونك يقول لكنه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه وفي الباطن عدو لك بحاله وقلبه فهل معظم أتباعك إلا قعيد مربوط خفيف العقل يا أتباع ابن تيمية هذا هو وصفكم هذه حقيقتكم يقول فهل معظم أتباعك إلا قعيد مربوط خفيف العقل أو عامي كذاب بليد الذهن أو غريب واجم قوي المكر أو ناشف صالح عديم الفهم فإن لم تصدقني ففتشهم وزنهم بالعدل يا مسلم يقول لابن تامية يا مسلم أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك هذا توجيه العبارة كما وجدت في المصدر هل اتبعت حمار شهوتك هذا حمار الشهوة الذي يمدح النفس والذي مدح نفسك هل تتبع هذا هل تقدم هذا هل تصدق بهذا يا مسلم أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك إلى كم تصادقها وتعاد الأخيار إلى كم تصدقها وتزدري بالأبرار إلى كم تصادق النفس والشهوة وحمار الشهوة إلى كم تصادقها وتعاد الأخيار إلى كم تصدقها وتزدري بالأبرار إلى كم تعظمها وتصغر العباد إلى متى تخاللها وتمقط الزهاد إلى متى تمدح كلامك بكيفية لا تمدح بها والله أحاديث الصحيحين يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك بل في كل وقت تغير عليها بالتضعيف والإهدار أو بالتأويل والإنكار لاحظ هذا الذي نقول لكم التفت جيدا لاحظ الذهب يقول له أنت يا تيمي يا ابن تيمية لا تعترف حتى بالصحيحين في كل وقت تغير على الصحيحين بالتضعيف والإهدار إذن لاحظ هذا هو النهج الذي يختلف عن نهج الصحابة هذا هو نهج التكفير نهج الإرهاب نهج النفاق نهج التدليس يا ليت أحد الصحيحين تستم منك بل في كل وقت تغير عليها بالتضعيف والإهدار أو بالتأويل والإنكار أما أنا لك أن ترعوي أما أنا لك أن ترعوي أما أنا لك أن تتوب وتنيب أما أنت في عشر السبعين وقد قرب الرحيل أنت في عشر السبعين في السبعين من عمرك وقد قرب الرحيل متى تتوب بلأ والله يكمل يقول بلأ والله ما أذكر أنك تذكر الموت بل تزدري بمن يذكر الموت أخذ صك الحياة والبقاء والخلود من الرب الشاب الأمرد يقول بلأ والله يقسم يقول بلأ والله ما أذكر أنك تذكر الموت لم أسمع منك أن تذكر الموت بل أو الله ما أذكر أنك تذكر الموت بل تزدري بمن يذكر الموت فما أظنك تقبل على قولي ولا تزغي إلى وعضي بل لك همة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلدات وتقطع لي أذناب الكلام ولا تزال تمتصر حتى أقول لك البت سكت أو ليته سكته فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحب الواد فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحب الواد فكيف يكون حالك عند أعدائك وأعدائك والله فيهم صلحاء وعقلاء وفضلاء كما أن أولياءك فيهم فجرة والكذبة والجهل والبطل وعور وبقر والكلام للذهبي قد رضيت منك بأن تسبني علانية وتنتفع بمقالة سر رحم الله امرأة أهدى إلي عيوبي رحم الله امرأة أهدى إلي عيوبي أهدى إلي عيوبي فإني كثير العيوب غزير الذنوب الويل لي إن أنا لا أتوب وفضيحتي من علام الغيوب ودواء عفو الله ومسامحته وتوفيقه وهدايته والحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين انتهى مقتبس الذهبي ترجمة نانسي قنقر